قذائف المدافع لا تزال تسمع في ميدي فالمديرية التي تقع في محافظة حجة على الجانب الحدودي مع السعودية تشهد اشتباكات متفرقة من وقت إلى آخر تكمن أهمية المديرية في امتلاكها منفذا بحريا كانت الميليشيا قد دأبت على استخدامه في تهريب الأسلحة قبل تحريدها من الجيش الوطني واقع حدا بالميليشيا إلى محاولة استعادة السيطرة على الميناء الأمر الذي دفع التحالف العربي إلى شن العديد من الغارات التي استهدفت من خلالها تجمعات الميليشيا في مناطق المداحشة في وادي بن عبدالله ومنطقة الحثيرة في مديرية حرض مدمرة العديد من مخازن الأسلحة استمرار للمعارك في حرض وميدي يصاحبه تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ينبئ بقرب تحرير المدينة من الميليشيا في خطوة تمهيدية لتحرير كامل البلاد أيضا اشتركوا في القناة